اشتركوا في القناة 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 تربيع نقل ده اللي هو نص قطر احنا هنا عندنا القطر كله اللي هو خمسين يبقى نص قطر كام خمسة وعشرين هنا باي تلاتة واربعتاشر من مية في نقل اللي هو بقى بخمسة وعشرين في خمسة وعشرين يبقى اللي جابة عندنا الف تسعمية اتنين وستين ونص متر مربع يبقى احنا كده جبنا مساحة الحديقة بالمتر المربع السؤال خمس الف بولي عين في المستوى الاحداثي كل من النقط الف واحد واحد وبه تلاتة واحد وجيم تلاتة واثنين ثم اوجد طول البهجيم ثانيا صورة المسلس الف بهجيم بالانتقال تسين زي تلاتة وصاد زي الاثنين هنبدأ نرسم المسلس على المستوى الاحداثي بالنقط الف وبه وجيم احنا كده عندنا الالف عبارة عن واحد واحد فلما نجيب الالف شرطة اللي هو ثلث بالانتقال سين زي ال 한다ة وصاد الثين يبقى واحد زي ال تلاتة اربعة وواحد زي الاتنين تلاتة يبقى نقطة الف شرطة اربعة وثلاثة هنا عندنا النقطة به كانت تلاتة وواحد 1 يبقى نقطة بشرطة 3 و 3 6 1 و 2 3 يبقى نقطة بشرطة 6 و 3 عندنا الجيم عبارة عن 3 و 2 يبقى الجيم شرطة 6 و 4 يبقى احنا كده جبنا صورة المثلث بالانتقال سين زائل 3 و سات زائل 2 ولسه هنبدأ نرسمها دلوقتي المطلوب الاول كان اوجد طول البه جيم هنجيبها منع الرسمة يبقى ادي عندنا الرسمة بدأنا نمسلنا النقط الف وبه وجيم اللي هي نقطة المثلث اللي باللون الأحمر ده بعدين نجينا نمسلنا صورة المثلث بالانتقال سين زائل 3 و سات زائل 2 كان مطلوب مني طول البه جيم نلاحظة لها منع الرسمة ان البه جيم عبارة عن وحدة وحدة طول البه جيم يبقى طول البه جيم وحدة وحدة او واحد سنتي وصورة المثلث جيبناه السؤال الرابع بقول الجدول التالي يوضح النسبة المقوية لانتاج الجهزة الكهربائية باحد المصانع هنا اداني الجدول عبارة عن نوع الجهاز ونسبة المقوية للانتاج عادي نبدأ نمسله بقطاعات الدياري يبقى انا اول حاجة لازم اجيب زاوية مركزية لكل جهاز من الجهزة دي يبقى احنا اول حاجة هنا معانا يبقى هنا الزاوية المركزية او زاوية القطاع لأول حاجة معانا للثلاجة يبقى هنجيب النسبة اللي هي 30 على 100 في 360 عشان يديني الزاوية اللي هي عندنا الزاوية ب 108 درجة بعدين الزاوية المركزية للبوتجاز بتساوي 20 على 100 في 360 يبقى بيساوي 72 درجة وبعدين الزاوية المركزية للسخان بتساوي 25 على 100 في 360 عندنا الزاوية ب 90 درجة وبعدين الزاوية المركزية للتلفزيون بتساوي 25 على 100 في 360 بتساوي 90 درجة يبقى احنا كنا جبنا الزاوية المركزية هنبدأ بقى نرسم دايرة ونبدأ نرسم نص القطر ونبدأ نرسم بالمنقلة الاربع زاوية دول هلاقي مجموعهم 360 درجة وهيكون بالشكل التالي هلاقي هنا التلاجة عبارة عن زاويتها 108 درجة والبوتجاز هلاقي 72 درجة والسخان 90 درجة والتلفزيون 90 درجة وبكنا هنكون انتهينا من الامتحان النهاردة هنتظر سيدكم استفساراتكم على الامتحان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفهم نتعلم ببساطة ترجمة نانسي قنقر